معادلة من أربع نقاط تقدر تكشف من خلالها الخلل بأي علاقة هل صارت معك قبل أنه كنت بعلاقة ممتازة مع شخص؟ فجأة لقيته تغير عليك وما عم تقدر تعرف شو السبب جاك شيفر خبير العلاقات وصاحب كتاب The Like Switch عمل معادلة بسيطة من أربع قواعد تقدر من خلالها تقيس أي علاقة وتعرف بالضبط وين الغلط يلي عم تعملوا فيها هذه المعادلة بس تتعرف عليها تتشكل لك أفضلية لتحسين أي علاقة قديمة وتأويها ولتبدأ أي علاقة جديدة بشكل صحيح ولو كانت مع شخص غريب عنك كليا تفاصيل هالمعادلة وكيف نطبقها بالضبط لحنشوفها سوا بهذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد عيتاني بفيديو جديد العامل الأول من المعادلة هو القرب القرب هي المسافة الفعلية بينك وبين الشخص يلي أنت بدك تبني معه علاقة جيدة كل ما ظهرت أكثر بمجال ورادار هيدا الشخص كل ما زادت فرصك أنك تلفط انتباهه وتذكره فيك وجودك أمام شخص غريب بكثرة بخليه يبلش يكون عنك فكرة ولو حتى بعد ما حكيت أي كلمة الناس يلي بتشاركوا نفس الأماكن بيكون عندهم احتمالية كبيرة إنه ينجذبوا لبعض حتى لو كان بعد ما في أي كلام بيناتهم من شان هاك عادة أكثر الإعجابات بتكون لشخص معك بنفس المبنى يلي أنت ساكن فيه أو بنفس الجامعة يلي بتدرس فيها أو حتى بنفس الشركة يلي بتشتغل فيها عامل المسافي هو مهم جدا لكنه بشكل سيف ذو حدين أحيانا إذا استغلت هالعامل بشكل خاطئ يمكن يكون مفعوله سلبي عليك السر إنه لازم تقرب للشخص بطريقة ما يحس فيها إنه مهدد أو مزعوج منك نحن عقلنا كل الوقت بيظل يعمل عملية مسح للإشارات يلي حوله يعني لما تكون بمكان عام وفي كتير ناس غربة حولك ممكن عقلك يبلش يتلقى من البعض إشارات بيصنفها سلبية وبتشكل إزعاج وخطر عليك وممكن من البعض الآخر يتلقى إشارات بيعتبرها نيوترال محايدة وما بتعني له أي شيء وفي أشخاص عقلك لاشعوريا بيتلقى منها إشارات بيعتبرها إيجابية جدا تجذبه وبتلفط انتباهه هول الإشارات تخلق عام الفضول عندك فبتصير تسأل حالك مين هالشخص؟ ليش هو بالذات لفت لانتباهه عن كل الباقين؟ والأهم من هيك كيف بقدر تقرب منه أكثر؟ كل هول الإشارات يلي بتلقاها عقلك ما بتحصل إلا لما يكون عامل المسافة قريب منك حاليا وبعصر السوشال ميديا عامل المسافة بطل ينقاس فقط بالأمتار بل أيضا بينقاس قديش عم بيظهر هالشخص بالنيوز فيد يعني بالمساحة الشخصية عندك العامل الثاني بالمعادلة هو التكرار التكرار هي الكمية أو عدد المرات يلي عم بتكون فيها قريب من هالشخص نحنا كبشر بطبعنا مننسى كتير خاصة بوجود ملهيات عديدة بحياتنا صارت نسبة الانتباه عنا صغيرة وصرنا مننسى أكثر يعني ممكن نتلقى إشارة إعجاب من شخص ويلفط نظرنا لكن مع الوقت وكثرة الملهيات مننسى شو صار ومننسى الشخص بشكل عام فحتى تزيد فرص الإعجاب إلك من الشخص المقابل لازم تزيد عدد المرات يلي بتتواجد فيها بنفس المكان معه لأنفكر فيها فرق كبير إنك تتردد ضمن رادار هالشخص مرة بالشهر أو إنك تتواجد حده يوميا ومش بس فقط على أرض الواقع نفس الأمر هالأيام بيتطبق بالتفاعل على منصات السوشال ميديا كلما ظهرت عدد مرات أكثر كلما زادت فرص لفت الانتباه إلك أكثر ننتقل للنقطة الثالثة بالمعادلة يلي هي المدة المدة هي طول الوقت يلي كل مرة بتكون فيها قريب من هالشخص كلما زادت المدة الزمنية كلما زادت فرصك أكثر عامل المدي أي الوقت له أثر كبير على الإنفلوانس أي التأثير على الشخص المقابل إذا كفينا بمثلنا على السوشال ميديا فرق كبير إنك تشوف صورة لشخص أو إنك تحضر إلو فيديو مدة خمس دقائك أو أكثر أفضل مثال على عامل المدي هي العلاقة بين الأهل والأطفال بالتربية الوقت بيلعب دور أساسي بالتأثير على تكوين شخصية الطفل يعني كلما أضى الأهل وقت أكثر مع الأطفال كلما أثروا عليهم بشكل أفضل أما إذا كان الوقت غير كافي للتأثير بيبلشوا الأطفال يبعدوا عنهم أكثر بيفتشوا على أشخاص آخرين حتى يملوا هذا الوقت الفراغ أربعة الجودي واحدة من أهم العوامل لإنجاح أي علاقة أو إفشالها هي عامل الجودي الجودي هي قديش أنت قادر كل مرة تلتقي فيه هذا الشخص إنك تترك أثر إيجابي عليه إذا بعد كل لقاء شعر هذا الشخص بسعادة وحس إنه بده يتواجد معك أكثر فهذا الأمر بيعني أنه جودة اللقاء كانت مرتفعة فعليا الجودي هي مثل الصمو يلي بيثبت العلاقة أو بيفتتها وهيدا العامل بمعادلة جاك شيفر هو من أهم العوامل لإنجاح أي علاقة لأن ممكن يتوفر بينك وبين الشخص المقابل عامل القرب والتكرار وعامل الوقت لكن جودة التواصل غير موجودة بمعنى آخر مش عم تعرف تتصرف بالطريقة الصحيحة يلي عم بتثير فضوله وأعجابه مثل آخر قديش مهم عامل الجودي هو عن الأزواج يلي صار لهم فترة طويلة متزوجين لكنهم على خلاف دائم بيكونوا قراب من بعض عدد المرات يلي بيتواجدوا فيها سوى طويلة والمدة كمان كبيرة لكن جودة التواصل أصبحت سيئة مش عم بيحكوا مع بعض بالشكل الصحيح قاعدين بنفس الغرفة لكن كل واحد بعالمه الخاص وبطلوا يتشاركوا نفس الاهتمامات طيب هون سؤال بديهي بيطرح نفسه كيف بقدر حسن عامل الجودي باللقاء مع الشخص المقابل هذا الأمر بيصير عبر إرسال تصرفات لفظية وغير لفظية بتأثر بشكل إيجابي كيف بيشوفك الشخص المقابل فعليا هول التصرفات اكتار وحكينا عنهم بأكثر من فيديو لح اترك رابط لهول الفيديوهات بصندوق الوصف لكن أكثر من هيك حاليا عم يتم التحضير لكورس كامل عن هالموضوع إذا كنت مهتم أيضا لح اترك رابط لتسجل اسمك على لائحة الانتظار لتحصل عليه بسعر مخفض جدا مجمل أي علاقة بين أي شخصين تقاس على هول العوامل الأربعة فهلأ كتمرين بسيط أول شخص بيختر على بالك فكر بالعلاقة معه كيف بتأت؟ أي من هول العوامل الأربعة كانوا السبب الأساسي لتقوية هالعلاقة هل هو عامل المسافي؟ كنتوا كتير راب من بعض وهلأ لعدة أسباب صار في بعض؟ أم هو التكرار؟ أي عدد المرات يلي كنتوا عم بتشوفوا بعض؟ أم هي المدة يلي كنتوا متواجدين فيها سوى؟ أم جودة التواصل بين بعض؟ حدد شو الخطأ؟ واعمل على تصحيحه فورا سلام